السلام عليكم البنات كديري اللي بس عليكم كانت ممنى تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي كان مغين رحبك على البنات اللي عندي في القناة والبنات اللي عندهم مجدد كنقول لكم مرحبا بكم وما تنسوش تضغطوا على الزر الأحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش هكا تبقوا وتوصلوا بكل ما هو جديد وإلى عجباتكم الوصفة طبعا ديروا ليجام هذا فضل منكم واليوما غدا نبرتجي معاكم واحد طريقة اللي جد رائعة يعني الشبكية آآ خصوصا السيدات اللي هاكا كيتشهاوها ماشي في رمضان دائما نحن الشبكية كان بغيوها تكون عندنا في تلاجة ديان نام نندلو الحريرة او لندلو شي شربة آآ صراحة كنت وحشوها وكنتمنى ان هاد الوصفة هادي تطبقوها وأكيد أكيد متأكدة مليون في رمية انها غيرتنجح لكم من اول استعمال آآ غيرشوفوا معايا المراحيل ديال هاد آآ هاد الشبكية هادي والطريقة ديال شبك ديالها راه جد بسيطة يعني بحل بحل شكل ديال لعبة يعني ممكن لكم تحضرو كيمية كبيرة في وقت آآ وجيز آآ ما كتاخدش بزاف ديال الوقت ماشي بحل شكل ديال الشبكية يعني العادية يعني عندنا الكلاسيكية يعني كيبقا ودو كل مرسوا ديال العجينة كيشيطوا من جناب على العكس ديال هادي العجينة ما كتضيعش والكمية كتتحضر يعني كملت لكم في وقت واجيز بطريقة اللي هي جد بسيطة وسهلة وغادي عندنا بندوزو باش نشوفوا الماقع دير وطريقة التحضير آآ خليكم معايا عندي هنا آآ ثلثميات ميليليتر ديال الحليب اللي دافي آآ ما غداش نستعملو كامل لانتم ما تشوف ما يبتفصيل وعندي نص كاز ديال مظهر عندي سبعمائة جرام ديال دقيق الابيض يعني خاص بالحلويات عندي شوية المسكة الحرة مع آآ شوية سكر سانية ده هاكا متقوقين ومعلقة ديال نافع ومعلقة عفونا نص معلقة ديال الكوركم ونص معلقة كبيرة ديال القرفة وعندي آآ صاشي ديال الخميرة وكاز كبير بين الزبدة والزيت وجوج المكونات البنات راني نسيت محطيتهم شليكم في المقادير من ما ظهروش لكم على الفيديو خليتم جانبا زيت أصفر بيضاء ومعلقة كبيرة ديال الخل عقلو عليها مزيان أصفر بيضاء ومعلقة كبيرة ديال الخل آآ أصفر بيضاء باش عطينا ديك التعليكة والطريقة ديال العجن ديال هاللي مختلفة تماما على الشبكية المعتادة عندنا يعني ما كان وضعوش الطحين هو اللول باش نجح لكم الشبكية دائما استعملو هالطريقة واللي ما صدقش لهالوصفة اكيد ترجع عندي لان يعني متأكدة مليون في المياه كما قلت لكم طريقة ناجحة وانا يمكن لي نتحكم في كمية ديال الطريقة اللي غدا نستعمل كما لحتو وضعت المكونات يعني كما نقولو شبكية ديال دراوش حاولت نحيد منها اللوز واللي بغا يستعمل اللوز راهيم كلي يستعمل داك شيء كيبقى اختياري كما لحتو راني وضعت أصفر بيضاء ومعلقة ديال الخل يعني الشبكية ديال ديال الناس البوساطة ما مقاوش دائما اللوز وشم وكثرة المواد دعو التاني كيعقدوا الوصفة ودابا غدا نبدان وضعها فتحين بهكا بتدريج أنا الشبكية بارتاجيتها معاكم في الفيديو السابق يعني بالنسبة لبنات اللي غادي يقولوا لي يا شبكية بلاقوهم كيفاش غادي كاتجي زوين البنات وكاتجي ما نقوش لكم ماداق دياله رائع مغتتفرقوش بينه وبين ديال اللوز ابدا خمزال ديال اللوز راهي شوية كتنشف شبكية على الهاكس ديال هادي غير اللوز كتفقى الفوائد دياله كتفقى يعني مختلفة بالنسبة عن الطاق وحده واللي بغا ديال اللوز راهي عندي في القناة البنات هادي تقريبا غير ثلاثة الاسابيع باش حطيت الوصفة اللي درت فيها يعني ندية الشبكية بدت فيها شوية ديالوز يعني قوهم القياس الكافي ووزن جلال راجوا عندي القناة وشوفوا الطريقة ديالها حتى هي راجات غزالها راشفوها عندي لبنات في القناة اكيد لم تبعتني من الاول وهنا كما لاحظتو انا امكلي ينتحكم في في الطقيق اللي غدا نستعمل العجين يعني وضعت الطحين حتى حسيت بالعجينة ديالي يعني تماسكت خاصة تكون قاسحة شوية ما تكون شجارية تكون يعني قاسحة باش العجينة عفون شبكية ديالكم تجي رطبة أسولة بد ان العجينة تكون قاسحة وغدا نزيد واحد شوية ديال الطحين باش ننهكة حسيت بها بحلى بقى يعني خاصة شي شوية يعني بلادليك بلاحت شي حاجة غير بها الطريقة هادي كنجمعها احنا راني زنت لها شوية ديال الطحين يعني راح سيت بها بلاي راح قساحة هاد الطحين شاطلية يعني تقريبا استعملت 500 قرام ديال الدقيق والحليب احته وارا ما استعملتش الكمية كاملة كما قلت لكم العجينة كتبقى على حسب العجين والحسب الطحين يعني واش كيشرب واش الطحين هاكا يعني الجودة ديالو كتختلف هدا خاص بالحلويات اكيد لو بغيتوا تجيو شباكيات ديالكم نجيكم زوينة البنات اللي هنا في بلجيكرة ديال الال ديرها كيجيب احته هو كيجي زوين هاكا في شباكيات وفي الحلويات واللي بغيت هاكا تشريتها الحلويات حتى هما راه موجود ينفقى على سيباكيات موجود ينفقى على سيباكيات يعني موجود ين تبارك الله كل شي راه كايين دابا واكيد تها الحلويات كيبقى احسن فننصحكم هاكا ربها تبديروا بحلى دلوصفات هادي فيها باس يعني تاخدوا واحد كيلو هاكا رغم تمن ديالهم مش غالي يعني بثاف وكتبقى الجودة دياله خاصة بالحلويات يعني مزيان وكيما لاحظتوا راني شكلت العجين وغادا نبدأ نقعد فيه كيما الشباكية يعني العادية اللي حطيت معاكم في القناة يعني هاد الشباكية انا درتها خصيصا اه غي على حساب طريقة ديال الشباك بيت نتبارتاجيها معاكم لانها يعني صراحة طريقة بسيطة جدا غادا تعجبكم متأكدة واحتى الطريقة ديال الشباكية هادي والقوام دياله ما نقوش لكم والبنات والله العظيمي لاجاتني انا في اللدة دياله احسن من هاديك اللي صعبت باللوز جات واحد الماضاق ما نقوش لكم عليه غا قول لي نعلي حسن مريت هاكا يعني حتى ساعة العجين ديال شكلتو بهاد الشكل يعني درتو في الولي لا بحل بكان مغين نصيب هاكا لابات في عيتي يعني كنقعدو بنخليه ارتاح تقريبا خليته واحد الساعة وهنا كما كتلاحظوا هذا هو الشكل دي العجين دي اللي سرحتها ودرتها شرائط لاحظوا معايا الطريقة غدا نعودها معاكم وغدا نشوفوها بالتفصيل يعني هاد الفيديو انا يعني درتوا علاق بل هاد الطريقة دي للشبك وقد جي شبكية صغيرة كما كتلاحظوا كنشد الراس دي الشارت كنلاقيه مع الراس الاخر وقد ناخدها من عود من الوصف وقد نرجع بنفس الشكل طريقة بسيطة واكيد خصكم تضغطوا من الجوانب باش يبقى عندكم تبقى عندكم الفورمة دي الشبكية تضغطوا مزيان وعود مني تبغيوا تقليو تاني تضغطوا باش حكا الشبكية دي لكم تبقى واخدوا ديك الفورمة طريقة بسيطة كما كتليكم وسهلة في حتى شي مجهود كناخدوا الشارت كنلاقيوا الراس مع الراس وكنضغطوا مني كتلاقي وكنضغطوا وكتعودوا تشدوا من الوصف وضغطوا بنفس الطريقة كنرجعوا اعود المرة التالتة وكنضغطوا وهنا كنشكلوا الشبكية دي لنا وكنضغطوا من الجوانب مزيان وها هي الشبكية دي لنا اكيد هده نعود معكم طريقة باش هكا تبقوا تشوفوا بالتفصيل كما كتلاحظوا نلاقيوا الراس مع الراس وعود المرة التانية ونشدوا عود الشارت من الوسط التاني ونضغطوا يعني هالطريقة هده اللي عطيت ولوليد صغير ور اكيد هده نديرها لانها سهلة انا كنشجعكم البنات باش هكا تنوبوا تصيبوا الشبكية راسكم وهاكا باش تحسوا بدك الحماس وبدك النشاط اشان محداثوا تقولك ايوه انا غمقى ندير فيها غدا مشي غين شريها ما غديش تحسوا بها كما كتصيبها حاجة بيدك كتحسي بوحد المداق ديالها غير وكتفتاخري براسكم ونتي مصيبة ديك الشبكية وكتقلب فيها ولدك يشموا الريحة يعني كيكن واحد الجو مختلف تماما وكنقض الجوانب اكيد الا كانت عندي هكا العجينة زيتة والعجينة راه ها جات زوينة مادرش لها يعني كما الطريقة اللولى مادرش لها الروبو او الخلاط كما كتلاحظو كنضغط هكا من الواسط وكنجيب اعود لجهة الاخرى وكنضغط هاي الشبكية ديالي واجده واتشبكة دياله كجيقة احسن من الشبكية الاخرى احتى المنظر دياله مش بدرورة كمقاو هكا كنشكلوه ونضوروه في سبعنا شحن موحدكي دخلها راسها ولوما هادي سهل مننا ما كانش كنشدو الشارط اللول كنلاقيهم عالراس الثاني وكنشدو عاود الواسط وكنضغطوه والمرة الثالثة ونفس الطريقة كنضغطوها هاي شبكية واجده اتمك راه شبكية مني كتوصل دياليك المرحلة يعني شبكية راه هو واجده صافي وكنضغطو من الجناب وكنقعدوها بنفس الطريقة عاود كنضغطوه وكنشدو عاود العجينة من الواسط الثاني كنضغطو كنعاودو المرة الثالثة كنعاودو ثلاثة ديال المرات راه سهلة قاد نشدو اي عجين هكا يعني مش بدرورة تخلطو الشبكية كنعاودو المرة الثالثة كنعاودو المرة الثالثة كنعاود تدربو علي هادي مرة يعني من مرة الاولى غا تشدو الشاريط غا تخرج لكم شبكية وانا متأكدة انا كنشجع لبنات اللي مازال موجدو الشبكية فاخد الفيديو راه متأخر ولا كراها رمضان باقي موصلش يعني احنا باقي مكنت النو يعني فاد الاسبوع هادا ان شاء الله غار على الابواب ما فيها باس نوضو هاكا ديرو خغير خمسمائة قران ديل طحي تبارك الله هاكا تحط الخير والبراكة انا دارت لي ثلاثة دي البلاطوات ما فيها لازنجلان لنلوز لحت اشي حاجة ولكن لديدة وبالنسبة الملوين الغذائي انا ما استعملتوش ولكن ما كتلاحظو انا في الوصفة ديالي ما كنستعملوش ما ما كندخلوش هاكا الدار ديالي استعملت الكركم رغم ما كيجيش لمادق ديالو قف العجين استعملو الكركم البنات احسن وافضل صحيا وقيت هاكا مستمرها كنقضل شرائب كنضغط حاولت نطول لكم هاكا الفيديو كنعتادر باش هاكا البنات اللي ما زال باقين ما ما صايبوش باكية واللي مصايبين ها حتى هوا ما يبارتاجوها مع العائلات ديالهم والاصدقاء اكيد تيكونوا كين اللي ما محضرتهاش او اللي بغا تشجعشي وحده وهاكا ما كتاخدش الوقت يعني سريع سريع من الاخر انا كتشفت باللي هادي مستارقتش لي الوقت كما الاخره على العكس هادي الشرائط ديالك يجو مقاعدين بسرعة الخره مازالك تقدر يخسر لك شي شاري تعاودي العجينة من شي بلاسة هادي الله والعجين اكيد ما كيكوش قاصح فوق القياس باش ما يبقاش يتقطع ليكو يبقى طري شي شوية مش بزاف عاودي خاصة القياس حاجة مع راسة كما كتلاحظو وبحالة الشكل هادا ديال العجين كما كتلاحظو راه ما شي قاصح بزاف انا العجينة ديال شبكية ما كان قصحاش يعني فوق القياس عاودي كتولي تقطع ليكو وما تديرو ها الجارية باش تجيكم طريا حد قدم ما العجينة جات طريا بزاف كدي قاصحة خاصة تكون شوية جامعة راسة وصافي هادي كنصيحة يعني من بين نصائح ديال شبكية وبقوا تديرو الطريقة البنات ديال انكم توضعوا يعني المواد السائلة قبل ما تخلطو شبكية على العكس يعني ديال شبكية اللي كنستعملو الكلاسيكية كنشدو النواشيف مع البحين كننخلطوهم وكنستولوهم بشي بواطا وكنخليهم حتى الغد يعني ما كيش لها ديال الخدمة كام لها التامارة هادي على العكس ما انها هادي كتخرج احسن من الاخرى والله العظيمة البنات يلا ما نقوش لكم مدق دياله وشكل دياله جرائع وما كتستغرقش لكم الوقت كما كتلكم راحتو الشرائط يعني بسرعة انا كندوزهم يعني ما كياخدوش لي الوقت بزاف كما كتلاحظو كنشد الشاريط من الوسط وكنطلع عود الوسط ديال الشاريط ها هي الشبكية فمني كتشوفوها حال هذيك الشكل يعني راه شبكية هذي كخصكم غير تقعدوا لها الجوانب انا غنزومي علىها باش شوفو مزيان وكدائما كتقرصو الجناب مزيان يعني تضغطو على الجناب البنات باش هكا يعني الشبكية ديالكم جيزوينة لاحظو الشكل دياله كيجيزوين كتجي آنيقة وماشي كبيرة يعني يعني قد العدد ديال الفم كما كتبليكم راه شبكية صغيرة ورا هذي بزاف لاحظو الشرائط يعني كنشدو كنقرص مني كنحط هكا كنضغط بصبع ديالي هاي الشبكية يعني راه واجدة وكان قاد عود ملوز ديال العجين وكان ضغط هكا راه ضو الشكل دياله كتجي غزالة ومتي ولوزوينة كنحمسكم وهاو ما يعني الشبكية انا راني مشيت فيها بعيد يعني لانه سريع هاد طريقة هادي والعجينة ما كاتشتش ليا بزاف يعني ما بقيتش كنعاود نكوار وكتضيع العجينا ديال الشبكية مني كتصيبوها وكتجمعو ديالجناب دياله كيتغيروه للعجينة يعني اللي كتكون صايبة من قبل كتقساح كتار وكيجي الشكل ليا الشبكية ماشي بحل شكل ماشي زوين هالطريقة هادي كتتتتعلم حتى الاقتصاد في العجينة ما نضيعوهاش وكان راقق العجينة والبنات اللي ما عندهمش المدلك اللي عفون اللي ما عندهمش الماكينة انا راه خدمت هنا تقريبا 90% خدمت بالمدلك يعني الشبكية هادي ما استعملش فيها 100% الماكينة مرة كنستعملها مرة لا وكتستعملها غير راقق لما شيلتها لشجيها رقيقة غير على المرة خمسة وهنا غدا نقاد بعد مسرحة العجين كنقادل الشرائط انا نوريكم دابا كيفاش كنو ندير الشرائط كما كتلاحظو كنحاول نديرو متساويين بغيتو نديروهم رقاق بغيتو عندك شي كي يبقى لكم انتوما الاختيار وهنا راه الشبكية بغيتوها تديروها كبيرة راه كتديرو العجينة طويلة بغيتو تديروها صغيرة كتديرو العجينة في حلة شكل هذا يعني شكل ديال الشبكية يعني قد العضة ديال الفم يعني صغيرة ماشي كبيرة و لو بغيتو شبكية كبيرة اكيد شاريت تيكون طويل كما كتلاحظو و كنضغط هكا غير من الجناب كنحاول نجمعها في الوسط باش يجيني في حشكل ديال القلب واستمرت هكا بنفس طريقة كنجمع عجينة من الجواني بجوج و عاود كنناخد الوسط ديالة كنطلعو الفق ها هي الشبكية واجدة يعني كتبقوا تطلعو الشاريت ثلاثة ديال المرات المرة الاولى والمرة التانية والمرة التالتة كتتكون عندكم شبكية هانتم واحدة جوج هاي المرة التالتة يعني ثلاثة ديال المرات والبنات اللي ما شافوش في المقادير أصفر بيضاء و مع القادية للخل كنزيد نأكد عليكم باللي راني ودعت مع القادية للخل و أصفر بيضاء باش يعطيها ديك التاليكة واللي ما بغاش أصفر بيضاء يمكن اللي يستغنى عليه لكن الخلط استعملو هالبنات لأنه كيطر الشبكية و قبيصة ديال الملح احتى حيث كنأخد شرائط مرة الأولى المرة التانية هذه المرة التالتة قل لي سرعتني النارات من هذه المرة التالتة ولكن كنأكد عليكم البنات لأنها بسيطة انا اعطيتكم بزاف ديال الشرائط باش شوفوا مزيان كما كتلاحظوا الأولى التانية تالتة يعني هاي الشبكية مني كان وصلوا يعني ديالتين ركت بقى الشبكية واج دخل صغير تضغط هكا من الجوانب وانا الشبكية ديالي كما كتلاحظوا قاعدة اضعتني كمية اللي هيزوين هادي غي خمسمائة كرام يعني غير مس كيلو انا كنت حطيت في الدقيق يعني سبعمائة كرام ولكن بالنسبة للخليط اللي وضعت ديال المواد السائلة يعني جاني هادك يعني هو هادك العجينة يعني منزيج كتجيزوين اومتو اولاو الشبكية صغيرة وراء البنت الحجم ديال اغي صغير اغي الكاميرا كتب لينا هكاك وقبل كل شي راني بعد ما شفت لي الشبكية خليت هان شفات كما كتلاحظوا وقصاحت يعني ما بقتش هكاك كتتحرك سخنت الزيت على نار اللي تكون في الول تكون يعني نار تكون عالية وممني نظرون رمو الشبكية اكيد انهبطوها يعني لدرجة الحرارة اللي تكون منخافضة والعسل اراني ما سخنتوش العسل بارد خاصو يكون ثقيل انا استعملت هنا لعسل الحرارة اللي كنت وريتكم في ذاك الروتين اللي كنتدرت ويمكن لكم ترشو شبكية ديالكم زنجلان او البلوز انا كنتجبت اللوز كتب غدا نستعملو الساعة قلت بلاش هنضير غدا زنجلان خاصني نطحنو شوية هذك نتخضيتو شوية وكان الحبيب ادعو الغلادين وقلت ما فيا ما نطحنها في بلاش هنستعمل غدا زنجلان واللي عندها اللوز افلي اكيد تحمرو شي شوية غير شي شوية ماشي بزاف وحتى هو كيعطيها المضاق والشكل انا كما كتلاحظو وراها كنقلي قدامكم مني تبغيو تقليو البنات عاودوا ضغطوا على الجناب ديال الشبكية كل حبة ضغطوا عليها باش ما تتحلش لكم من الجناب شبكية وباش تبقى يعني شكل ديالها او فورما ديالها تبقى كما صيبتوها كي ما كتلاحظو معايا شبكية ديالها ايا كتوجد لاحظو البنات اللي يعني العجينة كيكونوا فياتوك الفقاعات يعني كتبان باللي راه العجينة زوينا ايه و بغضة تشرب العسل اكيد الجودة ديال الطحين حتى هي مهمة بالساف و عندها دور كبير في الوصفة و من الاحسن تستعملوا يعني الطقيق ديال الحلويات البنات اللي هنا في بلجيكا يعني رايز تعملوا هدك ديال ديال الال ديال راه مزيان هناك هنخصني العسل وزدني ما زال يعني شبكية كز ولا العسل كيما كتلاحظو وهنا راني بديت كنرش فيها بشوية ديال زنجلان يعني البناس بلما يبقوا يقلبوا هكا على الشباك ولا دك شي هدي فكرة بسيطة و بلصدع راس يعني كيما كتلاحظو الشبكية هده كتجي شار بالعسل و مجعبة يعني كيكونوا في هدوك الفقاعات هده كتبان باللي العجين ناجح والعجين اراها متينة يعني مضاق دياله كان رائع و هنا شبكية ديالي كيما كتلاحظو راها وجدات وهذا هو الشكل دياله و المنظر دياله البنات والله العظيم يلا جاني في شكل حسن من هديك اللي كان بقوا نشبكو فيها و نريدكم ربعا ديال الأشكال عجبات نهادي والبنات اللي بغاوا يشوفوا الشبكية يعني بطريقة اللي وضعت اعنا في الفيديو الآخرة نزرت فيها ربعا ديال للطرق للشبك و فيها اللوز و فيها القوام ديالها نتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم و ما بتنسوش لي يا البنات اللي لايك و بارتاج مع الأصدقاء والأحباب باش تعمل فائدة و بسلام عليكم تلاقوا ان شاء الله فيديو آخر اشتركوا في القناة